أما بعد أيها الكرام فتتميماً لما ابتدأته معكم في الأسبوع المنصرم حول فكرة تصفيد الشياطين وأن التصفيد ليس على حقيقته وأنه يمثل ترنح الشياطين في مناخ العبادة الذي أنتم عليه اليوم والحمد لله وأن هذا المناخ يجعل من الشيطان عطال بطال وأن النيل منه هو أسهل ما يمكن بالنسبة لكم أنتم أهل العبادة أهل الصوم وكأني سبحان الله أيها الأكارم أيها الكريمات كأني بالعبادات كلها تمضي لأجل أن تؤسس لهذا المعنى ولعلي اليوم أسمح لنفسي بعد إذنكم أن أمضي لوجه من وجوه الموازنة والمقارنة لأجل أن أؤكد هذا المعنى بين أيديكم كنت أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى آية يقول الله فيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَزَابٌ أَلِيمٌ شو هالآية هاي وشو الربط بينها وبين ما نحن فيه من الصيام أولاً هاي الآية نزلت في عمرة الحديبية وسبب نزولها فيما يرويه مقاتل ابن حيان أن الله سبحانه وتعالى لما أقام أهل الحج وأهل العمرة في مواسم الطاعات ومناخات العطاءات الربانية وتنزلات الثوابات والأجور أراد أن يعلم الناس أن هذه الفرص تكاد لا تتكرر لابن آدم فاليوم الله أكرمكم جميعاً ببلوغ شهر رمضان الله يكرمكم بأن تعودوا إليه أعواماً مديدة وسنين عديدة قلوا آمين لأنه كلما قدر الله أن يحيك لرمضان أو أن يعينك على طاعة فهذا يعني أنه هو وفقك إلى ذلك أي أنه يحبك ويريدك وأنا أتمنى أن يبوس إيدك هو يحبك ويريدك وأنا أتمنى أن يبوس إيدك ألا أنا طالع كل واحد يناولني إيده وبوسه لأنه أنتم جايين لأله والرسول والبيت الله من الممنا نلاقي مثل هالوجوه الطيبة الطاهرة قال أقامك الله في العبادة إذن يجب أن يعرف إلى أي مدى أنت تلحظه في هذه العبادة أنت تراقبه وتخافه في هذه العبادة ستستغربون في سبب نزول هذه الآية أعيدها يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم في عمرة الحديبية أحرم الصحابة وهم يعلمون لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأنه منهي عنهم أن يقتلوا الصيد فإذا بالصيد يلي هو بطبيعته وحشي ليش اسمه صيد؟ لأنه أنت بتصطاد صيد أما هو لا يأتي إليك ويقول لك استضني فإذا بالمخلوقات الوحشية التي طبعها النفور أنها في حالة لم يسبق إليها صارت تأتي إلى هؤلاء الذين تلبسوا بالنسك وبالإحرام صارت تأتي إليهم يعني أرانيب وغزلان العرب يحب الصيد واحداً بيعود نهار كامل لصيد الأرناب فيها السبب الذي تذكره الآية كانت تلك الحيوانات الوحشية التي من طبعها التوحش تأتي إليهم وتقول لهم أذا بدك صيدني أذا كنت أبوضاي صيدني يا حلو وإذا بالأمر الإلهي يجعله تناله أيديكم أي صغار الصيد وبيضها مثلاً رماحكم الكبار يعني لا تنصاد إلا برمح فكانت تأتي إليهم وتمشي إلى جوارهم وهم مثلاً يطوفون وهم يسعون وتقول لسان حالها هي لن تقول تقول أنا جاهزة إذا بدك تصطادني تعال ورجيني إذا كنت بدك تخالف أمر الله فإذا به يتوقف لذلك ماذا قال ليعلم الله من يخافه بالغيب بجوز يكون شي واحد مضطرف يطلع هيك هيك ما يشوف حدا شايفه بلؤطه للأرنب بصيده لكن إن لم يكن أحد يراك فإن الله يراك هلأ تصورنا هالآية في موسم عبادة ونسك الحج طيب تعالوا لنربط بالصيام الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أن تكون تقياً معناها أن يجدك الله حيث يحب وأن يفقدك حيث يكره الله يحبك في الطاعات يحبك في بيوته يحبك في المكارم يحبك أن لا تكون بعيداً قدامي غشاشاً أن لا تكون مرتشياً أن لا تكون مرابياً هاي المواطن التي يحبها الله فيك وهي المواطن هي اسم التقوى ثم هو يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم الصوم جنة جنة بمعنى وقاياً 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 يقيك يحبك في المواطنة لصف عنده بدليل أنه من لم ينوي ولم يحرم من الميقاط كان عليه أن يهدي دماً لكن له معنى عظيم وهو أنه رافقك هذا اللباس الذي هو كفن الأموات بوجه كبير بالمشابهة بياض كامل يأتي هذا اللباس ليعلن أنه يرافقك في كل مرفق من مرافق حجك أو عمرتك وأنت متلبس بالإحرام حتى يقول لك دير بالك أذا كان سهوت بذاكرتك وبحافظتك فإن ثمت مذكرا اسمه لباس الإحرام طيب أنت اليوم بالصوم إن سهوت بذاكرتك وحافظتك وغلبتك شهوتك وغلبك طبعك فإن صوما قرص بطنك من الجوع جفف فمك من العطش ربما البعض بيجعوا راسه بالصيام يقول لك انتبه هذا أوان النسك ثم أنت معك علامة دالة عليه هي الصوم فإذا غاضبك أحد فقل له إني صائم فإذا أردت أن تمد عينك إلى محرم فتذكر أنك صائم إذا دعتك نفسك إلى إشباع غريزة فتذكر أنك صائم فإذا كان في لحظة ونحن مننسى طبيعي فتذكر أن علامات الصوم تأتي معك كما يأتي هذا الوصف في حجك وفي عمرتك من أنك يجب أن تراقب الله الغضب متاح بالنسبة للغضوب كما الصيد بالنسبة للحاج والمعتمر في الآية لكن إنما منعه عن الصيد تلبسه بالإحرام وبالنسك وإنما منعك أن ترسل نفسك بهواها وبشهواتها وبرغائبها أنك صائم لاحظتم التوازن بين العبادتين هذا التوازن هو الذي يجعلنا في مناخات إيمانية ممتدة بالزمان متصلة بالزمان أيضا يعني نحن هلأ برمضان قلنا سلام عليكم يا رمضان دخلنا بأشهر الحج الحج أشهر المعلومات إيمتى بتبدأ أشهر الحج بعد العيد دخلت بشوال صار بإمكانك أن تمضي ويلي يمضي إلى الحج بإمكانه أن يقوم بالأعمال من بداية أخواننا من اندونيسيا الله يبارك فيهم أبنائنا من الأقاليم الإسلامية البعيدة بيجوا من بداية شوال بيعدوا ثلاثة شهور يعني شوال وزل قعدة إلى تسعة زل حجة وقفة عرفات بتشوفوا راح لأنه هي مرة بالعمر لحيروحها يا حصرتي كنت في اندونيسيا فيخبرني إخواننا وأبناؤنا هناك عمره خمسة وستين سبعين بيقول أنا الآن جمعت المبلغ الذي يؤهلني لأن أصل إلى حج بيته العتيق من أيام تعمل جمع من يوم ما أبلغت من يوم ما أبلغ هو عم يجمع روبية اسم عملتكم روبية وراء روبية أعيد عشر مرات وإلك جائزة روبية وراء روبية مثل ريرة وراء ريرة بيجمعهم حتى لما يصير عمره خمسة وستين سنة بيقول لك أنا هلأ أصار معي حجة بيروح هذا شلو ما أبدو يروح ثلاثة شهور لكن أريد أن أقول تلازم العبادات أنت بدأت برمضان حتى قبل رمضان أنت قبل رمضان كان عندك شهر يغفلوا كما قال عليه الصلاة والسلام يغفل عنه الناس هو بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم فهذا شعبان رجب اسمه رجب الفرد هو شهر محرم نثر هناك في الثلث الأخير من السنة ليذكر بالأشهر الحرم بل ليذكر بالمحرم اللي هو الشهر الأول وليربطه بعد قليل بذي القعدة وبذي الحجة هذه الأشهر الحرم الأربعة ثم إذا انتهيت من رمضان مضيت في الأشهر الحج ثم إذا انتهيت منها طالعتك نفحات المولد النبوي الشريف في الربيع ربيع الأنوار يا أخي أنت تحيطك هذه النفحات الربانية هنا بإمكاننا نفهم ألا إن لله من دهركم نفحات التعرض لها أن تعيشها التعرض لها أن تستوعب معناها التعرض لها أن تجعلك هذه النفحات المتلازمة معنا ومبنى أن تجعلك سلماً كلك يعني لما تنال الأيدي ورماح المحرمين البهائم أعزكم الله ثم هم يحجمون ثم هم يتوقفون هم يعلنون أن المسلم يجب أن يحقق فكرة سامحوني أذا سميتها المحمية الإنسانية المحمية التي يحمى كل من استظل بظلها محمية إنسانية في رمضان فلا تشتم أحداً ولا ترفع يدك على أحد ولا تأكل مال أحد لأنك صائم تدخل أشهر الحج فأنت سلم كلك فلا تقطع شجرة ولا زهرة ولا يمكن أن تقتل حيواناً ولا يمكن أن تؤذي أحداً من الخلايق أذا منعت أنك تقتل حشرة أو أن تقتل حيواناً فكيف بقتل إنسانين؟ أليس ببابي أو لا؟ طبعاً قتل بالحالة الفقهية قتل الحيوانات هذا فيما كان لا يؤذي أما ما كان يؤذي فيقتلوا باتفاق ولا حرج في ذلك شاهد أيها الإخوة في هذا المختصر المفيد أن نحن أمام نفحات تتلازم زماناً وتتلازم سلوكاً لتنتج المسلم المثل الكامل كالذين أراهم اليوم بالله عليكم كيف ألمح مسلماً عدوانياً وهو قد خاض تجربة رمضان كيف ألمح مسلماً يأكل مال أخيه وهو الذي استظلته مظلة الحج بأشهره الممتدة قلتوا ليش الله جعل الحج ثلاث شهور كان بإمكانه يجعله في سحابة زل حجة يكفوا من واحد لتسعة نحن لما نروح اليوم نروح بس بأول زل حجة نطوف ونسعى ونطلع لميناء وعرفات بهالتسعة أيام ومعنا بحبوحها والحملات خمس نجوم سبع تيام يروحوا ما شاء الله عليه وقال لهم أذا تشدوا الهمة منعيد بالشام ما شاء الله كان لماذا جعلها الله ممتدة لشهور عديدة لأجل أن يعودك السلم في كل حياتك ولأجل بالضرورة أن يربط بين المواسم والمناخات الإيمانية كما الربط بين رمضان وبين الحج ثم تمضي لأجل أن تكون في حالة سلم وفي حالة ارتباط وفي حالة مراقبة السنة كلها أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل القبول لكم فيما أنتم فيه من طاعة وأن يربط لكم الأزمنة بفضله وجوده لتكون أزمنة متصلة بالخير والبر متوجا بالقبول إن شاء الله إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين